أنا كنت عايز أسماع رائعك في قائمة المنتخب بس للأسف هقول لك للأسف الوقت بيجري وفي حاجات أهم جدا أنت في العنوان أنت كتبها لدي تمام وسام بن علي دعب الفلسطيني الدنماركي اللي فيه كلام كتير على أنه ممكن يبقى موجود فيه النادي الأهل المهاجم الرائع جدا عايز أعرف الكواليس إيه ونفس الأمر أو يعني استكمالا لهذا الأمر صفقة عمر كمان عبدالواحد وقفة فيه تمام وسام بن علي واحد من اللعيبة اللي تعرضوا على إدارة التعقدات في النادي الأهلي وشركة الكورة وتحولت لإدارة السكاوت عشان دي درسوا اللاعب والبروفيل بتاعه وأرقامه وعمل إيه فلقوا ببروفيل اللعيب كويس جدا حتى في انتقالاته في مسيرته في الدنمارك أو السويد فابتدى الناس تعرض الموضوع على مرسيل كولر الرجل اقتنع باللاعب وشايفه من اللعيبة المميزة وقال لهم أنا عايز اللعيب ده ابتدى النادي الأهلي يتكلم مع وكيل الولد إحنا عايزينه والولد عنده رغبة وقال أنا حبيب أن أكون موجود مع النادي الأهلي واتفقوا معها لمبلغ مالي معين اللعب ما عنده مشكلة فيه خالص فابتدى النادي الأهلي يتكلم مع النادي السويدي وعرض أرقامه عظيمة جدا ابتدى النادي الأهلي يتكلم مع النادي السويدي وحط أوفر معين بمبلغ مالي النادي السويدي يعني ما عرفش بقى ده قدر الأهلي وإيه اللي بيحصل بالزبط فطلبوا فلوس أكتر ويعني قريب المبلغ اللي سمعت إنهم طلبينه ما أقرب من مليون وثمينمائة ألف دولار لتنين مليون حاجة زي كده فطبعا في الأمور التفاوضية دي ابتدى النادي الأهلي يطلب لا إحنا هندفع على حد كذا مثلا النادي يقول له لا إحنا عايزين كذا فالقصة دلوقتي نقدر تقول لو اتحسمت بين النادي الأهلي والنادي السويدي اللعب يبقى في النادي الأهلي وما فيش مشكلة خالص وممكن خلال وقت قليل يبقى اللعب موجود في النادي الأهلي خاصة إن إدارة الكرة في النادي الأهلي مختنعة به مرسيل كرة نفسه وجازل معه نقشده به واللعب كبروفايل للأهلي محتاجه فعلا اللعب رقم تسعة المحطة الهيدرز كويس كورته على الأرض كويسة مرسيل معه دافه كمان من داخل منطقة الجزائر بالضبط تمركزه جوه الصندوق هايل وده اللي بيدور عليه مرسيل كولر وعلى أساسه اختار مودست فاللعب بنسبة كبيرة قريب من النادي الأهلي لحد الاتفاق بين النادي الأهلي والنادي السويدي ومعلوماته إنه هيتم يعني عمر كمال عمر كمال موضوع محسوم في النادي الأهلي وقصة خلصانة دلوقتي فيه التفاوض أو القصة بتاعته وقفة على لعيبة وقصة مش في صلاح محسن بس موديرن فيوتشر طلب من النادي الأهلي أكتر من اسم منهم كريم ندفد منهم أحمد عبدالقادر منهم صلاح محسن منهم واحد من اللعيبة الفزة ونسف تيكر الاسم ده كويس أحمد خالد كباق واحد من اللعيبة المهيزة جدا الكابتن علامة يهوب والمدير الفني البرتغالي مقتنعين بي جدا وشايفينه بورفايل عيف في نص الملعب هايل فالأسماء دي كلها معروضة المفروض الأهلي ينصق بقى ويشوف الأسماء دي مين منهم موافع يبقى موجود فيه أو ينتقل فيوتشر في صفقة عمر كمال وأول ما يحسموا موقف الأسماء دي في خلال حاجات بسيطة يتم الإعلان عن الصفقة اللي كانت متأجلة لما بعد السوبر خوفا من اللي حصر بالفعل أن الأهلي يواجه فيوتشر ويبقى فيه زي يعني لو أعلنوا قبليها أو دخلوا مفوضات قبليها وأرجاءوا الموضوع لبعض السوبر عشان لو تفريتين لعبوا بعض ما يبقاش فيه إحراج لعمر كمال اللي بظروفها برضو تصاب ورجع وإصابته أثبت أنه بحتاج عشر تيام راحل اللي صبعا من قبليها